موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهد اكرام الى حلقة جديدة من فضاحر نناقش فيها مستقبل الازمة في اليمن والمنطقة بعد وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى البيت الابيض موسيقى العشرون من يناير في هذا اليوم يدخل الرئيس الخامس والاربعون البيت الابيض وفق اجراءات دستورية دقيقة في الوقت الذي تعيش فيه كثير من البلدان صراعات دامية على بيوت ليست بيضاء يأتي ترامب بعد ثمان سنوات استقر فيها رجل اسمر على سدة الحكم في دولة البيض الاقوى في العالم وطيلة هذه المدة لم تتوقف دماء السمر والملورين في الشرق الاوسط عن السيلان يوما واحدا وان لم تسل بسلاح امريكي سالت باسلحة وكلائهم من الانظمة المستبدة مواقف الولايات المتحدة الاخيرة في الشرق الاوسط اثبتت انها قد تحولت الى كيان تسيطر عليه شركات السلاح والشركات العابرة للقارات على حساب دورها كمبشرة بالديمقراطية وراعية للسلام وحارس لحقوق الانسان يوافق هذا التاريخ ايضا العشرون من يناير ذكرى محاصرة منزل الرئيس عبدربو منصرهادي من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع واسدال الستاري على اخر فصل من فصول مسرحية الانقلاب في اليمن الانقلاب الذي لم يحظى بموقف امريكي حقيقي ضده في ادارة اوباما خلال الفترة الماضية والسؤال اليوم كيف سيتعامل ترامب ازاء الملفات الساخنة في المنطقة واليمن على وجه التحديد هل تحركات ولد الشيخ الاخيرة صارت في خبر كان بعد تغيير طاقم البيت الابيض وكيف سيتعامل ترامب مع السعودية وايران اللاعبين الابرز في الملف اليمني لا سيما وله تصريحات سابقة حادة تجاه هتين الدولتين كل هذه الاسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيوفنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان ومن نيويورك الناشط السياسي ابراهيم القعطبي ارحب بضيفي الكريمين وابدأ بالسؤال المشترك مع الناشط السياسي ابراهيم قعطبي من نيويورك سيد ابراهيم هل تعتقد بان وصول ترامب الى البيت الابيض سينعكس ايجابا لصالح التحالف والشرعية فيما يخص الازمة اليمنية أولا أهلا وسهلا بك ومشاهدك الكرام أهلا ورحبا بك أرغب أن هناك فصل جديد في السياسة الأمريكية نحو الشرق الأوسط لكن يجب أن نعرف أن الإدارة الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية تنطلق من المصالح العليا للولايات المتحدة لكن التقير سيحدث الإدارة الرئيس الجمهوري ترامب وأيضا أعضاء الكونغرس الجمهورين أكثر ميولا إلى الدول الخليجية وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية وضد المواقف الإيرانية وتدخل إيران في الشرق الأوسط بهذا التدخل السافر الذي لم نعرف له مثيل من قبل فنعتقد هناك ستكون بعض المتقيرات لكن الجميع بما فيهم المحللين السياسيين والذين يراقبون الوضع الأمريكي لا يستطيعون التنبؤ كيف ستصبح سياسة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط نعم إذن نكتفي بهذا القدم الإجابة أيضا نفس التساؤل لسيادة اللواء محمد القبيبان من الرياض سيادة اللواء باعتقادك وصول ترامب إلى البيت الأبيض سينعكس إيجابا على الأزمة اليمنية لصالح الشرعية والتحالف أي مساء الخير عليك سيد بشير وأحييك وأحيي سادة المساعدين وكذلك الأخ إبراهيم من أمريكا والله نتمنى ذلك يعني أنا بصراحة مراقبتي للوضع السياسي خلال السنة والسبعة أشهر الماضية أثناء الحملة الانتخابية لفخامة الرئيس ترامب كنت نوعا ما أراقب وأشاهد ما هي التصريحات الرئيسية التي سوف يعني تعطينا مؤشرات ما هي النظرة المستقبلية لهذا الرئيس تجاه هذه المنطقة أو تجاه الصراعات في هذه المنطقة في الحقيقة يعني بعد خطابه اليوم قبل أو بعد أداء اليمين الدستورية في واشنطن رأيت أو سمعت في الخطاب يعني هناك توجه كبير إلى الدعم للشعب الأمريكي بكافة طيافة بمعنى أن هناك يعني امتداد لخطاب فخامة عما كان يتحدث به أثناء الحملة الانتخابية لم يضطرق كثيرا إلى الأحوال أو المشاكل الدولية والأحوال سيادة اللواء سندخل في التفاصيل سندخل في التفاصيل سندخل في التفاصيل ما كنت أريده منك هو يعني تتفق أم لا شوف لا تستطيع تقول أنه ممكن الرئيس سوف يكون له هناك تجاه إيجابي أو عكس ذلك ليش؟ لأنه فيه وثيقة أمريكية دائما يعني يتبعها الرئيس مع مجلس الأمن الوطني وهي وثيقة استراتيجية الأمن الوطني هذه الوثيقة يعني دائما تخرج تقريبا بعد تنصيب فخامة الرئيس بمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ومن هناك نستطيع أن نرى ولكن يعني مبدئيا أنا أؤيد ما ذكره الأخ استاذ إبراهيم بأن هناك نظرة تفاؤلية خاصة بعدما يعني بدأ يؤشر نقف عند هذه النظرة التفاؤلية سيادة اللواء نقف عند هذه النظرة التفاؤلية وإسمحوا لي والمشاهد الكريم أن نذهب الآن نصعرض هذه المادة حول مواقف إدارة ترامب إذا الملف اليمني والمنطقة ومن ثم نبدأ النقاش مع دخول ترامب البيت الأبيض يزود الترقب والانتظار معظم دول العالم ومنها المنطقة واليمن ويتوقع حدوث متغيرات في الملف اليمني مع وصول ترامب وطاقمه إلى البيت الأبيض في حملة الانتخابية اتخذ ترامب مواقف سلبية من الدول الإقليمية المؤثرة في الملف اليمني فقد صرح أكثر من مرة أن سياسته مع المملكة السعودية ستتركز على الابتزاز المالي الضخم أما مواقفه مع إيران فقد صرح في أكثر من مناسبة أنه سيمزق الاتفاق النووي الإيراني حال دخوله البيت الأبيض وردا على هذه التصريحات هدد المسؤول الإيراني علي أكبر صالح قبل يومين إدارة ترامب من المساس بالاتفاق النووي الإيراني وقال إنهم سيردون بشكل صادم إذا ما أقدم ترامب على هذه الخطوة وفي الثالث عشر من يناير دعا وزير خارجية ترامب ريكس تيليرسون خلال دفاعه عن الموقف السعودي أمام الكونغريس إلى دعم جهود التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن وفي الثامن عشر من يناير الجاري التقى سفير اليمن لدى واشنطن أحمد بن مبارك الرئيس المنتخب ترامب وأبلغه أن ملف اليمن سيكون ضمن أولوياته القادمة حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وأبدأ هذه الحلقة مع سيد إبراهيم قعطبي من نيويورك سيد إبراهيم تصريحات سفيرنا في نيويورك أحمد عوض بن مبارك قال فيها بأن ترامب سيكون الملف اليمني من ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة قراءتك لهذا التصريح من الرئيس الأمريكي الجديد ربما بادرة طيبة نحو الملف اليمني لكن في اعتقادي كسياسة أمريكية وخطأ عريض بالسياسة الأمريكية الملف اليمني هو ملف أمن قومي أمريكي وأقليمي ودولي فلذلك الملف ذات أهمية لأنه يقع كما تعرف اليمن تقع في منطقة مهمة من العالم وتشرف على منضيق باب المندب وأيضا محاربة الإرهاب والقاعدة وما إلى ذلك فأعتقد الانفتاح من إدارة ترامب على الملف اليمني ستكون مختلفة تماما نحن ندرك اليوم أن في خطاب التنصيب الرئيس ترامب يقول أنه سيقف بحزب نحو التطرف أو الإرهاب الإسلامي على حد قوله وأنا في اعتقادي سيكون من ضمن هذا الاستهداف أو الاستهداف للمتطرفين ما يسميهم بالإسلاميين هو ستكون حركة الحوثيين ضمن هذه الحركات فهناك بوادر لكن كما قلت لا يستطيع أحد التنبؤ بما ستقوم به الإدارة الأمريكية الجديدة لكن المعروف أن من يحيطون بالرئيس ترامب من المستشارين في المستشار الأمن القومي ووزير الدفاع وأيضا وزير الخارجية كلهم يميلون إلى هذا الاتجاه وهو التصعيد ضد الحركات الإسلامية بما فيهم الحركة الماليشية الحوثي وأيضا إيران وكل الحركات التي تعمل لصالح إيران في الشرق الأوسط فهيكون هناك تحول في اعتقادي تحول جوهري من هذا المنطلق نعم استاذ إبراهيم حتى ربما هناك إشكالية في الجهاز أمامك في الكاميرا أتمنى أن تبعد يدك قليلا حتى لا تحدث اهتزاز في الشاشة نعم إذن هل من خلال ما ذكرت الآن من كلامك نستطيع أن نتفائل إلى درجة كبيرة بأن ربما الإدارة الجديدة ستكون في صف الشرعية اليمنية وضد أي تيارات إسلامية وهم كما ذكرت الجماعات الحوثية التي انقلبت على الدولة أنا في اعتقادي أنه يجب أن لا نؤمل كل طموحاتنا وأفكارنا ومشروعنا الوطني بأي إدارة أمريكية سواء كانت جمهورية أو دمغراطية السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح نفسه ما هو دور الشرعية اليمنية والتحالف العربي في وضع الخطوط العريضة لهذا الملف في اليمن وفي الشرق الأوسط ومقايضته مع الإدارة الأمريكية إذا فقط ركزنا على ما الذي ستقوم به الإدارة الأمريكية نحو الشرق الأوسط كما قلت سابقا أن الإدارة الأمريكية ستنطلق من مصالح العليا وربما هذه المصالح أحيانا تتناقض مع مصالح العرب وشرق الأوسط واليمن على وجه التحديد كله سيعتمد على اللعب أو الدور الذي ستقوم به المملكة العربية السعودية والتحالف العربي والحكومة الشرعية ما هي أهدافهم؟ ما هي أولوياتهم؟ كيف سيقنعون الإدارة الأمريكية الجديدة؟ فالتدخل الإيجابي في الشرق الأوسط وفي اليمن وهذا سيقع عليهم وأنا في اعتقادي أن ترامب أو الإدارة الأمريكية الجديدة ستتجاوب أكثر من إدارة أوباما نحو العرب ومطالحهم الشرعية في الدفاع عن أراضيهم في الدفاع عن وجودهم في الدفاع ضد تدخل الإيراني السافر في المنطقة العربية نعم سيادة اللواء محمد القبيبان إذن السيد إبراهيم قعطبي ربما ذكر بأن السياسة الأمريكية القادمة تعتمد على مقدار التعاطي من قبل الأخوة في الخليج وأيضا التحالف العربي هل سيكونون إلى حد كبير يقدمون صورة تتوائم وتتناسب مع إدارة ترامب وتوظفها لصالحها لأي قرار أو لأي توجه تريد في المنطقة إلى جانب ما نعم هو صحيح يعني في خطابة اليوم وخطاباتها السابقة رأيت أنه يعني يقول إلى متى وحنك قوم أو خلينا نقول حنك أمة أمريكية نقدم ولا نأخذ لذلك يعني أنا من وجهة نظري أنه مقدار التعاطي من الجانب العربي أو من جانب التحالف أو من الدول العربية أو من الدول المنطقة هو الذي سوف يلعب دور أكبر في الفترة القادمة ولكن يعني يجب أن نحط حاجة في باننا حاجة مهمة جدا من بداية خطابات فخامة الرئيس وهو يتحدث عن موضوع الإرهاب هذا الموضوع الذي هو يؤرق سواء الإدارة الحالية أو الإدارة الماضية أو الإدارات التي قبلها حتى أنا أتوقع ليس فقط للولايات المتحدة للعالم أجمع موضوع الإرهاب هو الموضوع الأول وهو الموضوع الذي أشغل العالم ويعني جعل هناك تكلفة اقتصادية كبيرة والإرهاب يتمثل في إيش؟ يتمثل في الجماعات الإنقلابية يتمثل إما في الحوثي أما كذلك في جماعات في العراق أو يتمثل كذلك في جماعات في سوريا اللي هي داعش تقريبا والقاعدة هذه النقطة التي قد نجتمع مع فخامة الرئيس فيها وهي محاربة الإرهاب دورنا نحن كمجتمع عربي أو دول تحالف أو منطقة أو للشرق الأوسط ماذا نستطيع أن نغير الصورة للدولة الداعمة للإرهاب الدولة الداعمة للإرهاب هذا هو التحدي الذي سوف نواجهه مستقبلا الإرهاب لا يتحرك يا أستاذ بشير من غير أن يكون هناك له دعم حتى لو تكونت هذه المجموعات ليس بالسهولة قتالها ولكن الدعم هو المشكلة الرئيسية من هي الدولة الداعمة للإرهاب؟ من هي الدولة التي دائما ترى أن تستمر الميليشيات في المنطقة ولا تؤيد وجود جيوش نظامية هذه النقطة التي يجب أن نعمل جميعا على إيصالها نقطة التوافق بالإضافة إلى الجماءة للإرهاب هي هذه النقطة الدولة الداعمة هل المملكة العربية السعودية هل هي قادرة على أن تقدم الصورة التي تبع التطمينات للبيت الأبيض لا سيما وكان في عهد الإدارة الأمريكية السابقة كان هناك اتهام للمملكة العربية السعودية بصورة أو بأخرى وهناك ربما كانوا يريدون فتح ملفات يتهمون فيها المملكة العربية السعودية بأنها ضالعة في الإرهاب وأنها تقوم بأخطاء وعلى سبيل الأمثلة مثلا الطيران الذي يقصف في اليمن الضربات الخاطئة كيف ستعامل المملكة مع هذه الملفات التي ربما ترامب سيستغلها ضد المملكة والخليج؟ سؤالك سيد بشير ترى من نقطتين وهي جدا مهمة نقطة الأولى الاتهامات التي دائما يعني يقوم بها سواء المناوئين لسياسة المملكة العربية السعودية بدعم بأن المملكة تدعم الإرهاب هذه أنا أتوقع أنه يعني نقطة يجب أن نتوقف عندها النقطة الثانية فيما يخص عندي صدا هنا ترى فيما يخص قصف المدنيين إما أنه بالخطأ أو أنه هناك يعني تعمد قصف المدنيين فخليني أنا أبدأ بس بالنقطة الثانية وليش؟ لأنه يعني شفنا حديث وزير خارجية الأمريكا للإدارة القادمة مستر ريكس وهو أيد بكثير بأن دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية دائما وأبدا تحاول أن تتجنب يعني خلينا نقول قصف المدنيين وقصف أماكن العبادة والمستشفيات وإلى آخر فكان هناك تأييد من قبل معالي وزير الخارجية فهذا يعني نقطة أو هذه نقطة يعني إيجابية ضمن الإدارة الحالية وكذلك يعني أثبتت المملكة العربية السعودية بأنه حتى هناك لجان تحقيق هناك لجان تحقيق قامت بالتحقيق ورفعت بتقاريرها سواء إلى منظمات الحقوقية الدولية أو منظمات غير حكومية هذا بالنسبة للنقطة الثانية أما فيما يخص النقطة الأولى أنا لا أتوقع أن هذه نقطة صحيحة سواء أنا أتحدث بها أو أتحدث بها غير من الأخوان في الإعلام يعني نحن نرجع إلى حديث معالي وزير الخارجية السعودي بأن المملكة العربية السعودية ليس لها أي علاقة يمكنك تتضمن أنت في سؤالك موضوع جاستا المملكة العربية ليس لها أي ضلوع في ما حدث في 2001 حكومة وشعب ونظام إنما هذه أعمال قامت بها جماعة إرهابية ليس لها علاقة وهذا الحدث حدث في الولايات المتحدة كما يكون أي حدث في أنحاء العالم بأن أي جنسية أخرى تقوم بأعمال إرهابية لذلك يعني أنا أقول النقطتين في بينها فرق النقطة الثانية يعني زي ما ذكرت لك نحن يعني دائما وأبدا في لنا تواصل مع الجهات الدولية يعني تزويدهم بالتقارير ربما هذا هو التحدي الأكبر سيادة اللواء أمام المملكة والخليج في أن تبعث رسائل مطمئنة وتستغلها لصالحها على الأقل في الإدارة الأمريكية الجديدة أنتقل إلى السيد إبراهيم قاطبي سيد إبراهيم ربما التماهي مع إدارة أوباما الإدارة الأمريكية السابقة مع التوجه الإيراني في المنطقة ودعم ومساندة الإيرانيين لكل مشاريعهم في المنطقة هل تعتقد بأن ترامب وإدارته الجديدة ستتجاوز هذا التماهي مع الحاصل الذي كان في الإدارة الأمريكية السابقة والإيرانيين أم المنظومة الأمريكية تعمل وفق مؤسسات لن يستطيع ترامب أن يتجاوز هذه النقاط طبعا كل إدارة أمريكية جديدة أو قديمة لها سياستها ولها أولوياتها ولها طريقة التعامل نحن نعرف على سبيل المثال الحزب الجمهوري أو أي إدارة جمهورية تتعامل من منطلق محافظ ومنطلق قوي وبالذات ضد التدخل الإيراني أو ضد إيران كدولة لكن هناك في الإدارة الديمقراطية أحيانا هناك جناحين متصارعين داخل الحزب الجمهوري داخل الحزب الديمقراطي وأيضا أي إدارة ديمقراطية هناك الجناح الليبراري وهناك الجناح الذي المعتدل أو المتوسط وهناك تضارب نحو السياسة الداخلية والخارجية وسياستها نحو الشرق الأوسط بينما يقول ضروري أن ننفتح على العالم كما حصل مع إيران ومع كوبا ومع دول أخرى كانت تشكل مشاكل الولايات المتحدة أو كانت تراها الولايات المتحدة كالدول معادية هنا هو التغير أنا في اعتقادي أنه دائما الإدارة الجمهورية تكون حاسمة في هذا الموضوع نحو إيران ونحو حزب الله وأي مليكيات تتبع لهم في الشرق الأوسط المسجد هنا يا عزيزي يجب أن نتطرق إلى ما قلته أنت وإلى ما قاله الأخ محمد الضعف هنا في الأداء العربية الأداء الحكومي العربي لا يشرك المجتمع المدني في الدفاع عن عرضه وعن الهجوم الإعلامي التي تتوجه نحو الإدارة العربية ونحو الشعوب العربية وأيضا التحرك السياسي ما زالت المملكة العربية السعودية والدول الخليجية تتحرك من المنطلقة التقليدي أي من خلال التعامل مع شركات الإعلام وشركات في السياسة وغير ذلك من أجل توصيل رسائلها إلى الإدارة الأمريكية تريد القول بأن المملكة العربية السعودية والخليج فشلت في التعامل مع الإدارة الأمريكية السابقة وكان الإيرانيين ربما أذكى بطريقة تعاملهم وكسبوا الإدارة الأمريكية لصالحهم طبعا هنا كان تحرك حقيقي من قبل مليشيات حزب الله ومن قبل الإيرانيين في استقطاب صحفيين قربيين وطرح رأهم لو نرى على سبيل المثال وزير الخارجية الإيراني كتب أكثر من أربع مقالات رأي في صحيفة النيورك تايمز يهاجم بها العرب ويهاجم بها المملكة العربية السعودية على أنها رعية الإرهاب وإلى ما لأ ذلك فهنا نقاط الضعف في الإداء العربي وفي السعودي والخليج على وجه التحديد ما زالوا ينظرون إلى الأمور من نظرة العشرين السنة الماضية وهو التحرك من الوجهة التقليدية أي التعامل المباشر استطاع الإيرانيين وحزب الله التحرك شعبيا هناك يا أخي العزي يجب أن يدرك الأخ محمد والتحالف العربي بأن صورتهم قد تشوهت في القرب بأن الصورة التي طرحت عليهم أو استطاع الإيرانيين وحزب الله والتحالف الناعم الذي يشتغل معهم في القرب على أن أساس المملكة العربية السعودية هي من تدعم الإرهاب في الشرق الأوسط وهي من تقتل اليمنين من أجل قتل اليمنين وهي تتدخل في الشؤون العربية نعم سيد إبراهيم نعم سيدة اللواء محمد القبيبان إذن السيد إبراهيم قاطبي يقول بأن المملكة والخليج وربما المنظومة العربية بشكل عام فشلت في التعاطي مع الإدارة الأمريكية وأصبح وجهها مشوه واستطاع حزب الله والإيرانيون أن يقدمون صورة بالنسبة للغرب أجمل من العرب وأجمل من الخليج التي ربما هي تعتبر كانت من الحليف الاستراتيجي والتقليدي بالنسبة لهم إلا ليس صحيح الكلام هذا يعني خذها أنت من شقين نعم أخذ الشق السياسي والشق الواقعي وبعدين تكلمني على فكرة الإعلام وتكلمني على فكرة اللوبيز التي في الولايات المتحدة وهي ترى من جهتين نعم أولا دول التحالف لم تفشل في التعامل مع الولايات المتحدة ومع الدول اللاعبة الرئيسية كبريطانيا وكذلك فرنسا في مشاكل المنطقة نحن نتكلم الآن على الإمج اللي هو لدول الخليج وكذلك دول التحالف بماذا نجحت سيرت اللور؟ نعم بماذا نجحت من وجهة نظري؟ بماذا نجحت؟ نعم أنا من وجهة نظري أن هناك نجاحات ونجاحات كبيرة ولكن هناك فيه تغير في السياسة الأمريكية السياسة الأمريكية يعني سياسة تذهب دائما إلى أين هي المصالح لا أؤيد كثير ما يقوله الزملاء المحللين السياسي وأنا لست بمحلل سياسي وإنما يعني أراقب المشهد بصورة مستمرة لا أؤيد ما يقولونه بأن هناك شفتنغ أو اتجاه للسياسة الأمريكية أو الدبلوماسية الأمريكية إلى الشرق لا لا زالت منطقة الشرق الأوسط هي منطقة اهتمام للعالم أجمع ونجحت دول الخليج يعني يكفينا نجاحنا في أن هناك التحالف هذا هو لا زال مستمر يأخذ الدعم الدولي والدعم العالمي سواء بالقرارات 2-2-1-6 كذلك بمواقف الدول الأوروبية واللعب الرئيسي يعني مع الدول التحالف التي هي الولايات المتحدة قد يكون هناك أخفاق من ليس نجاح أخفاق من الإدارة السابقة الأمريكية لصعوبة المشهد لماذا؟ لأن المشهد ترى أساسا لا يرتبط بالتوجه للأمريكان لا يرتبط بما يحدث الآن في اليمن لا إنما ما يحدث هو في العراق هذه هي المشكلة هناك أخفاق من القيادة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لإدارة الصراعات ودعم الحلفاء الرئيسيين فأنا لا أؤيد ما يذكره الأخ إبراهيم هذا يتوافق مع كلام السيد إبراهيم بأن الحزب الله والإيرانيون نجحوا وفشل الخليج في ربما دعم أي توجه يريدون في الآن منطقة طيب سيادة الله لو انتقلنا إلى نقطة أخرى فيما يخص الآن مثلا الملف السوري ربما الآن أصبح الخليج والمملكة العربية السعودية خارج إطار اللاعبين في الملف السوري وأصبحت الروس وربما تركيا هي من تحدد مصير الشعب السوري وفي الفترة السابقة كانت الخليج حاضرة بقوة أيضا الآن إذا ربطناها بالملف اليمني الملف اليمني الآن ربما هذه الفترة ما بين خروج أوباما وصعود ترامب هذه الفترة الكثير يتساءل لماذا التحالف العربي لم يستغل هذه الفرصة الذهبية ويحقق النجاحات العسكرية الكبيرة التي تعيد الشرعية في اليمن وتعيد الثقة بأن الخليج لا زال له كلمة وحاضر ولا يمكن ربما لأي مشاريع أخرى بقيلة إيران أو غيرها أن تلعب في المنطقة ويكون لها دور فاعل في ما يخص الملف في المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد أستاذ بشير هناك نجاحات لا يجب أن نغفلها أو لا يجب أن نقلل من قيمتها يعني فيه نجاحات كبيرة صارت خلال تقريبا السنتين الماضية لا يجب أن ننظر إلى أن يكون الكأس فاضي لا فيه الكأس فيه شوية موية النجاحات التي تمت ترى يعني من أهمها من أهمها تم تكوين جيش وطني نتكلم على الموضوع التكتيكي خلينا أجيب لك النقاط التي يجب أن ننظر لها تم نقل البنك المركزي إلى عدن تم إعادة الشرعية إلى عدد كبير من أجزاء اليمن هذه النجاحات هي التي يجب أن ننظر لها مقابل ماذا مقابل ماذا حدث في السادس والعشرين من مارس في عام 2015 مقارنة بهذا الوضع الحالي لا هناك نجاحات لا يجب أن نغفلها هناك أخفاقات لصعوبة المشهد السياسي المشهد السياسي معقد ليش معقد لأن هناك فيه يعني نقاط صراع رئيسية تعتبر سوريا وكذلك يعني تواجد الإرهاب في داعش إغفال الجانب الدولي والجانب العالمي وخوفا من دخول الجانب الروسي إلى سوريا وأصبح هناك يعني قواعد رئيسية وقواعد ثابتة وأصبح التواجد الروسي يعني بكامل رمته وتم توقيع عقود أعتقد أمس إن كانت قرأت واضطرعت على آخر الأنباء تم عقود مع الجانب السوري فيما يخص بقاء القواعد هذه الروسية موجودة هذا التعقيد في المنطقة سبب هناك يعني عدم توازن من عدم توازن من الجانب خلينا نقول اللاعب الرئيس في المنطقة اللي هو الولايات المتحدة وحلفائها ليش؟ لأن هناك تهديد من جهة روسيا لا أؤيد كثيرا ما تقوله بأن هناك لم يكن نجاحات في اليمن نجاحات ما حدث في اليمن يعني تضاهي يمكن ثلاث مرات إلى أربع مرات ما قامت به الولايات المتحدة في أفغانستان وكذلك في العراق تتحدث يا سيدي بشير عن سنتين تتحدث عن اختطاف دولة كاملة وتم بناء وأخذ الجيش بأكمل وكان هناك عمل يعني سري تام من قبل الإيرانيين ودعم الحوثين وأغفال صالح عن هذا الموضوع ليوضعنا لهذه الحالة فماذا حدث؟ حدث وعيدت كثير من الأشياء إلى المسار الصحيح الأمور العسكرية لا تأخذ في عام أو عامين أو ثلاثة لا يا عزيزي الفاضل تأخذ فيه فترة طويلة حتى يتم عادة الشرعية فهناك نجاحات لا يجب أن نغفلها نعم هناك أخفاقات الأخفاقات لماذا الأخفاقات؟ ليس في الجانب العسكري لا أوافق أن الجانب العسكري أخفاقات لديه لا إنما هو في الجانب السياسي وأين هو في الجانب السياسي؟ للضغوطات التي كان يجب أن يعملها سواء الوزراء الخارجية في دول التحالف أو كذلك يعني الوزراء وزير الخارجية كيري لم يكن هناك عليه ضغط رئيس وواضح بحيث أن يركز على القضية اليمنية أكثر من القضية السوية سيد إبراهيم القاطبي إذن السيادة اللواء محمد القبيبان يقول بأن تحققت نجاحات كبيرة ومن ينكرها إلا جاحد والعملية العسكرية لعادة الشرعية في اليمن ليست بالأمر السهل لأنه انتهت المنظومة الدولة بشكل كامل وتم الإنقلاب من قبل الميليشيا والرئيس المخلوع على كل مؤسسة الدولة وليس من المنطقي أن نستعجل سواء بعام أو عامين أو ثلاثة حتى السعيدة الشرعية ما رأيك؟ أنا في اعتقادي المشكلة عند الأخوة في الخليج هو عندما يكون لديهم بعض الإحفاقات والأخطاء لا يريدون تصحيحها أو الاعتراف بها لقرارة تصحيحها المشكلة يا أخي لا أدري كيف يتم التحليل في الشرق الأوسط هناك النيران تشتعل على كل الحدود الخليجية والعربية بشكل عام نحن ننظر ماذا يحصل في لبنان ماذا يحصل في سوريا ماذا يحصل في العراق في اليمن الخليج محاصر من جميع الاتجاهات بالنيران حقيقية على الخليجين يستفيدون من درس العراق عندما تخاذلوا نحو ما حصل في العراق أو لم تكن عندهم استراتيجية حقيقية لاحتواء ما كان يجري في العراق ذهبت إيران والسلامة الساحة العراقية كما هي والآن هي على حدود المملكة العربية السعودية والخليج والآن من الجانب اليمني يجب عدم التقليل من هذه الأمور نحن نقول ربما لعل الملف العراقي معقد وربما الملف السوري معقد بسبب وجود روسيا هناك لكن ما الذي يعقد الملف اليمني؟ طبعا هناك بعض النجاحات وأهمها هو طرد الماليسية الحوثي وصالح من المناطق الجنوبية وتحرير كثير من المناطق وإيضا بناء جيش وطني لكن هناك مسائل جوهرية حقيقية يتساءل عنها الشعب اليمني ما الذي يؤخر تأجيل تحرير محافظة تعز ما الذي يؤجل تحرير محافظة البيضاء؟ سيد إبراهيم حتى لا نتشعب في الحلقة الحلقة هو ربما عن مستقبل الأزمة اليمنية مع وصول ترامب هل باعتقادك تصريح؟ نعم طيب طيب سيد إبراهيم مع حقية ما ذكرت وأهمية المناطق التي ذكرت سواء البيضاء أو تعز وربما لو تحررت لتغيرت المعادلة تماما الآن إذا عدنا لمبادرة كيري الأخيرة هل تعتقد بأنها انتهت مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة أم ربما الإدارة الأمريكية الجديدة ستتعامل معها وتعمل على إحيائها من جديد؟ أعتقد أنها أصبحت من الماضي كيري كان في آخر أيام إدارة أوباما كان يحاول أن يعمل مع حلفائه أو أن يؤسس للمشروع الإيراني في اليمن لأنه حصلت محم صفقة مع إيران فاعتقادي ما عملته إدارة أوباما هي شيء من الماضي ولم يتعامل معه الرئيس ترامب لكن بعض الأشياء هناك الذي تتعلق بالأمن القومي الأمريكي ومصالح حمل عليا ربما يتعاملوا من هذا المنظور لكن أنا في اعتقادي ستكون هناك خطط جديدة لإدارة ترامب بالتعامل مع الملف اليمني وزير المرشح لوزارة الخارجية وهو المعروف بملك الأمبراطولية النفطية وربما يكون اتجاهه مقرب من السياسة الخليجية وعلى وجه تحديد المملكة العربية السعودية قال في خلال جلسة الاستماع التي المصارقة على منصبه في الكونغرس الأمريكي فإنه سيزيد من دعم المملكة العربية السعودية وسيزيد من دعم التحالف العربي في اليمن ومن كل النواحي فهناك تحق التغيير الجوهرية الخطط القديمة التي كانت تحملها إدارة أوباما في اعتقادي قد ولت وهذا سبب انتخاب الرئيس ترامب هو ليس فقط لما يجري في الداخل الأمريكي وإنما ما كان يدور في الشرق الأوسط وفشلهم في الملف اليمني والسوري نعم سيادة الواء هل فعلا الخليج لم يستفد من العواصف التي الآن تحاك ضد المنطقة ولم تستفد ما حصل في العراق وثم في سوريا وأيضا في اليمن أم لك وجهة نظر أخرى لا 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 لوجهة نظر أخرى نقول للأخ إبراهيم يا أخ إبراهيم يعني أنا لا ما نفاهم إلى الآن يعني توجهك في الحوار أو حتى طرحك للنقاط يعني أنت أحيانا تأتي لذم هذا نقاش يعني لذم دول مجلس أو دول التحالف وكذلك الدول العربية وكذلك الخليج خاصة ومن جهة أخرى تتحدث عن تريد أن يكون لدينا عصى سحرية فأرجو أن يكون لديك توازن في الحديث لا أقصد على شخصك لا في الطروحات التي نناقشها في الحلقة أنا أتكلم على أن هناك يعني إنجازات كبيرة في خلال هذه السنتين أوضح لك بالأحداث التحالف الإسلامي ألا يعتبر هذا إنجاز كبير عندما لم تستطع جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي أن تجمع منذ عام 1945 بالنسبة لجامعة الدول العربية وفي منتصف الستينات بالنسبة لمنظمة المؤتمر العالم الإسلامي أن تجمع هذا العدد الذي هو أكثر من ستين دولة للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب وانضمت إليه عدد من الدول اقرأ المشهد صحيح يا أستاذ إبراهيم نحن أرجو أن نفهم شيء واحد هذه سياسات العمل عليها ليس بالشيء الهين التعقيد في المشهد السياسي في المنطقة فيه ظل تواجد إخفاء فيه ظل تواجد بلاش أقول الكلمة لكن هناك تخلي من بعض الدول العربية عن المشهد الحالي في اليمن هذه تحديات نواجهها هذا أولا بالنسبة للتحالف الإسلامي وضم عدد كثير من الدول الإسلامية إلى هذا التحالف ضد الإرهاب أيضا قطع أو خليني أجيبها لك التمدد الإيراني ماذا حدث للتمدد الإيراني استعصلا في اليمن بل قصة يداه وقصة أيديه وقصة لسان كل من كان يريد أن يتحدث على ضم اليمن وجعل اليمن تحت ولاية الفقه هذه من الأشياء المهمة التي يجب أن نعرفها طيب سيادة اليوم كذلك التحالف الاستراتيجي أرجوك لا لا لحظة أرجوك لحظة التحالف الاستراتيجي ما بين تركيا ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الباكستان في هذه المنطقة الملتهبة هذه لا تعتبر إنجازات يا سيد إبراهيم أرجو عندما تطرح نالك أشياء لا يجب أن تأخذك الحماس هذه الإنجازات سيدة الواب لحظة أرجوك نعم نعم هذه الإنجازات التي ذكرتها سيدة الواب أنا معك سأوضيك الأن هذه الإنجازات هذه الإنجازات التي تحدثت عليها هل تعتقد أنها كافية كإنجازات يجب أن تفهمها ويجب أن يفهمها المشاهد الكريم بأن هناك تحولات كبيرة بقيادة المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية الآن تأخذ زمام القيادة في العالم الإسلامي لتمواجهة ثلاث تحديات رئيسية التمدد الإيراني، الانكسام العراقي، التمدد الإيران في سوريا أو الانكسام السوري سيادة اللواء هذا ما نتمنى جميعاً سيادة اللواء نعم اسمح لي نعم هذا ما نتمنى سيادة اللواء هذا ما نتمنى جميعا لكن الكثير يقول بأنها ربما كل هذه التحالفات لا زالت حبر على ورق ولم يلمس المواطن سواء في الخليج أو المنطقة بشكل عام أثر ملموس أو قرار قوي ربما يغير أي سياسة أخرى الآن ربما نعود إلى الإدارة الأمريكية الجديدة الآن تصريح وزير الخارجية ريكس تيليرسون المرشح من قبل ترامب لخارجية الإدارة الأمريكية الجديدة تدعم السعادة الشرعية في اليمن أنت كيف تقرأ هذا التصريح الذي يعتبر ربما مبكرا أقرأها بإيجابية تامة أقرأها بأن هناك فهم من القيادة الأمريكية القادمة بأن دور المملكة العربية السعودية مع التحالف العربي وكذلك ضمن التحالف الإسلامي بأن هناك جدية في محاربة الإرهاب بأن هناك استأصال للتمدد الإيراني بأن هناك دعم للتوجه العالمي وإيقاف هذه الميليشيات ومحاربتها وعودت كافة الدول العربية إلى حضن جامعة الدول العربية نجد هناك جدية من دول التحالف في محاربة الإرهاب نجد هناك فهم من العالم الغربي أنت حضرت وشاهدت الاجتماع لدول مجلس التعاون الأخير وكان وجود فخامة رئيسة وزراء بريطانيا وتحدثها لدعم الحرب على الإرهاب في المنطقة وعالميا هذه الأشياء التي يجب أن نلمسها يجب أن نلمس أيضا كذلك هناك النظرة المستقبلية للصراع السوري أو الصراع السوري مع الشعب السوري هذه التحولات بأكملها ألا تعتقد أن هذه خرجت عن الحبر عن ورق وأصبح هناك فعلا قيادة المنطقة من قبل التحالف الاستراتيجي التركي السعودي مع دول التحالف لأخذ الدول العالمية للتوجه سيدة تلواء نعم هناك أفاقات أعود سيدة تلواء أن تقلل لسيد إبراهيم قعطبي سيد إبراهيم قعطبي إذن من خلال كلام سيدة اللواء محمد بأن الخليج مطمئنون وهم يعملون وفق رؤية مرتبة وخطوات ثابتة ولا شيء يقلق الخليج والمنطقة وأصبحت الآن المملكة العربية السعودية والخليج بيدها زمام المبادرة كيف تعلق؟ أولا دعني أعلق سريعا على ما قاله الأخ محمد وجهة النظر المختلفة لا يعني تناقضا عندما يضع المرء يده على الخطأ هذا ليس تناقضا وإنما تصويب الخطأ نحو الاتجاه الصحيح يعني فربما نحن العرب تعودنا على وجهة النظر الواحدة ونتبعها سواء كانت صحيحة أم خطأ الشيء الثاني الهوس العربي في الاجتماعات والجامعة العربية العالم الشارع العربي يا أخي يعرف جيدا بأن الجامعة العربية ميتة سريريا يعني ولم تعد تعمل فلذلك يجب أن نخرج من إطار أنه يكون هناك تحالفات والاجتماعات والصور التي نراها على شاشة التلفاز والتي تعكسوا لا تعكسوا يعني ما يجري في الشارع العربي ولا تعكسوا يعني التحديات التي نواجهها والحروب المشتعلة في الشرق الأوسط والتهديد الذي يهدد الكيان العربي في عقر داره هذه نقطة أما من النقطة الثانية يعني إذا الأخ محمد لا يدرك أن النيران تشتعل في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي جميع المناطق فهذا مأساة كبيرة بالنسبة لما يجري في الشرق الأوسط هو لم ينكر ذلك سيد إبراهيب هو لم ينكر ذلك وهو تحدث بأن الخليج تعامل على قدر الخطر وما قام به في اليمن من التحالف العربي وما قام به من إنشاء للتحالف الإسلامي كله يصب أمام مواجهة هذا الخطر هذه خطوات رائعة جدا وأنا أثني عليها أنا أتحدث الآن لماذا لا ننتقل إلى العمل هناك خطر في اليمن يجب إنهاءه يجب حسم الملف العسكري في اليمن وإرجاع الحكومة الشرعية إلى صنعا ومن ثم نغلق هذا الملف ومن ثم ننتقل إلى الملفات الأخرى في سوريا وفي العراق على وجه التحديد الأشياء التي يجب أن نتحدث عنها هو عن الاستراتيجية العربية وعدم تقزيم أراء الآخرين ويجب أن ننطلق هناك أخطاء حقيقية أنا أعيش في الأوساط الغربية الصورة العربية وبالذات الخليجية على وجه التحديد مشوهة لدى الشارع القربي والأمريكي ولا يرون الشارع الخليجي أو الدول الخليجية إلا من منظور محاربة الإرهاب والتطاولة على الدول نعم سيد إبراهيم نعم سيد إبراهيم لضيق الوقت يعني السؤال الأخير في نصف دقيقة إذا تكرمت مستقبل الأزمة اليمنية والمنطقة هل الخليج قادر على أن يتعامل مع المتغيرات الحالية وستتغير سياسته في المستقبل أم ربما سنشهد إخفاق مثل ما حصل في الفترات السابقة أنا في اعتقاد الخليج والتحالف العربي لديهم قوة قير عادية لحصم أي ملف في الشرق الأوسط يجب أن ننطلق من ناحية استراتيجية وإعلامية منظمة على مسارين أولا التعبئة الداخلية وتحرير الأراضي وإنهاء وجود الماليشيات التي تتبع إيران في الشرق الأوسط ومن ثم التخاطب بالعقلية العربية ويعني الشرح لهم أن التدخل الإيراني ليس خطر على العرب فقط وإنما على المصالح الأمريكية والبريطانية والقربية في الشرق الأوسط ويجب أنهاء هذا أشكرك أشكرك أيضا عودة أخيرة لسيادة اللواء الخبيرة العسكري الاستراتيجي محمد القبيبان سيد محمد إذن السؤال الأخير كيف يمكن للشرعية في اليمن أن تتعامل مع الأخوان في التحالف العربي من أجل أن يستغلوا الفترة المقبلة وكل التصريحات التي تصف في صالح التحالف ودعم الأزمة اليمنية في السمرار ما نقوم به يعني الآن الإنجازات التي تمت ميدانيا في اليمن خاصة يعني بعد التوجه إلى الساحل الغربي ألا تعتقد بأن هذه إنجازات باب المندب ذباب الآن التوجه إلى المخة ألا ترى أن هذه إنجازات ألا ترى أن هناك تفوق ميداني بغض النظر عن النسب التي نقولها خذنا 75% أو 80% لا هناك النجاحات الاستراتيجية الميدانية تقاس بالمواقع الاستراتيجية تقاس بالموانئ تقاس بعزل المناطق الرئيسية كعزل صنعاء عزل تعز عن الأقليم الخارجي وإيقاف التهريب هذه خطوات تأخذ وقت الحرب ليست فيديو جيم بأنك تأتي بألعاب أو تأتي بجيوش وتستطيع أن تنتصر عليها الحرب القادمة من أصعب الحروب التي سوف نراها خليني بس أوضح لك حاجة مهمة الآن ما يحدث من كثرة تواجد الميليشيات هذا هو المنظور الإيراني لوجود جيوش قادمة ميليشيات يصعب التفاهم معها بدأ تطبيقها في العراق بالحشد الشعبي بدأ تطبيقها في سوريا بامتداد الحشد الشعبي بدأ تطبيقها من إيران بوجود الميليشيات هذا تحدي جديد هناك إنجازات كثيرة يا أخي إبراهيم أرجو أن يكون هناك لك نظرة إيجابية للوضع اليمني هناك تفوق كبير هناك حصر لهذه الجماعة تأخذ وقت فقط هي تأخذ وقت ولكن أشكرك لك يوم من الأيام أنا وأنت يا أخي إبراهيم سوف نلتقي على قناة يمنية وأذكرك بما أقوله لك هذا الآن هذا ما نتمنى بالتأكيد سيادة اللواء أشكرك جزيل الشكر وهذا ما نتمنى أن يصير واقعا ملموسا في الأيام المقبلة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض شكرا جزيلا لك الشكر أيضا للنشط السياسي إبراهيم القعطبي كان معنا من نيويورك والشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة تقبلوا في الختام تحياتي أنا بشير الحارثي وأيضا معدل برنامج الزميل أسام القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج نلقاكم الأسبوع المقبل لحلقات جديدة من فضاحر حتى الملتقى دمتم في أمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة